مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات اثناء انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة بوخارست في رومانيا حيث ستكون المملكة احدى الدول الممثلة عن قرتي اسيا واستراليا الى جانب الدول الاخرى التي تم انتخابها بعد تنافس 16 دولة الدول الاعضاء التي صوتت لصالح مملكة البحرين ترجمت الثقة الدولية بالدور الريادي للمملكة حيث دأبت مملكة البحرين من خلال موقعها في المجلس الى خلق توافق في الاراء اثناء المناقشات والمشاركة في بحث الموضوعات الهمة وتبادل الخبرات كما سيسهم تواجد المملكة في بناء خارطة طريق مستقبلية للاتحاد ويأتي هذا الفوز ليكون تأكيدا على التزام مملكة البحرين بتوسعة نطاق جهودها في المنظمات الدولية لتشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي اصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتذكيرا متجددا بدور مملكة البحرين اللافت وخصوصا في هذا القطاع حيث استطاعت ان تتبوأ المركز الاول عربيا ثلاث مرات متتالية بحسب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اي دي اي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لتجدد التأكيد على ريادتها في مجال تطوير هذا القطاع